عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات وتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة قيام الوزرات المعنية بدراسة ما تم عرضه من مقترحات وتوصيات تمهيداً لتنفيذها وتناول الاجتماع موقف مشروعات الربط مع دول الجوار عبر منظومة متكاملة من النقل البري والسككي والبحري والنهري من أجل تسهيل حركة البضائع بين مصر ومحيطها من دول الجوار قرر البنك المركزي زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل مع حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحولات أو أي عمليات خصم أو مشتريات كما قرر البنك المركزي مضعفة حدود التعامل للأفراد بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده والحد الأقصى اليومي هو 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه والحد الأقصى الشهري هو 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه وأوضح البنك أن شركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة فئة ألف يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعرض مستجدات نتائج جهود وزارة التعاون الدولي بشأن توفيد التاملات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية برنامج نوفي كما استعرض الاجتماع أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتاملات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة قاب 27 ولأسواق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعملات جلسة اليوم الأربعة بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين المصريين في ممال التعاملات العرب والأجانب للبيع وسط دولات بلغت نحو ثلاثة مليارات وأربعمائة مليار مليون جنيه وربح رأس المال السوقي خمسة عشر مليار جنيه عند مستوى تريليون وستمائة واثنين وثلاثين مليار جنيه ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 24.138 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 57.100 ليغلق عند مستوى 4.819 نقطة. ارتفع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 77.100 ليغلق عند مستوى 7.081 نقطة. في اسواق البترول العالمية ترجعت اسعار النفط وسط مؤشرات على ان الولايات المتحدة اكبر منتج للنفط في العالم. بلغت دروة الانتاج مما تقع على تأثير اشارات ايجابية بخصوص الطلب على الخام من الصين اكبر مستهلك للنفط. وترجعت العقود الاجلال الخام برينت بنسبة تصل الى 92.100 ليسجل نحو 81 دولار و71 سنت للبرميل. كما هبطت العقود الاجلال الخام غرب تاكسس الوسيط الامريكي بنسبة 11.100 لتصل الى 77 دولار و39 سنت للبرميل. وكما انخفضت اسعار المزوط العالميا بنسبة 21.100 لتصل الى دولارين وثمانية سنتات للتر. هذا وارتفعت اسعار الرغاز الطبيعي بنسبة 22.25 من المئة لتسجل نحو 3.18 دولار سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تجاوز نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في أكتوبر الماضي. لكن الصورة الاقتصادية الأساسية سلطت الضوء على أوجه ضعف كبيرة مع استمرار عرقلة قطاع العقارات المتضرر لتحقيق انتعاش كامل. أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي الصيني نمى بنسبة 4.6% في أكتوبر على أساس سنوية. متسرعا من وطيرة 4.5% المسجلة في سبتمبر. وارتفعت مبيعات التجزئة بنحو 7.6% في أكتوبر. مع تحسن نمو مبيعات السيارات والمطاعم. متسارعة من زيادة قدرها نحو 5.5% في سبتمبر. مسجلة أسرع وطيرة منذ مايه. اشتركوا في القناة